موسيقى 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 يلي مع الأسف يبدو أنه رح يطول القوات اللبنانية والكتائب وبعض قوات تغيير ما بدهم اليوم بيشال معوض أبدا أبدا ما بدهم بيشال معوض بس يجاهرون أعلاميا وفي هذا الصندوق اليوم أنه بدنا بيشال معوض هن بيعرفوا أنه الرئيس الجمهورية لا ينتخب بهذه الطريقة بيدرك جيدا سمير جعجع وسامي جميل وغيره أنه رئيس الجمهورية لا ينتخب بـ 64 صوت أو 68 صوت أو حتى 86 صوت إلا ينتخب باتفاق داخلي وتقاطع خارجي وهذا اليوم بعد ما صار لما بتجي الورقة الخارجية إذا اشتعى ميشال معوض كلهم رح يروح ينتخبه ميشال معوض حتى اليوم يلي ما بيقول ما بده ميشال معوض حتى يلي ضده بينتخبه وإنما مثل ما شايفينا ما بيعتقد أنه إذا بدك ترجع إلى سمير جعجع سمير جعجع عنده أسبابه لا تنقى ميشال معوض أو شي رسالة لسنامية فرنجية على حدا من صغرتها اثنان ردة إجر لميشال معوض أنه أنا حدك ومعك ثلاثة بيعرف أنه ولا ممكن يوصل لميشال معوض لأنه هو ورقة إذا بدك غير ناضجة أنت تكون رئيس جمهورية لهكي باعتقد أنه اليوم اختاروا غير هكي خلي خبرونا على القليلة إذا تفقوا أنه يعبر برنامج سياسي خليوا خبرونا علماً أنه إذا فاقة بالانتخابات النيابية الأخيرة ميشال معوض ما كان مع القوات اللبنانية يعني جلس مع التأر وطن الحرف لا ها قبل بانتخابات الأخيرة كمان ما كان معهم اليوم بتصور أنه مش بتصور أنا أكيد أنه سامير جعجع مش خياره النهائي ميشال معوض إلى من يعني سايميل بعدين إذا أجيت التسوية على اسلاميان فرنجية ممكن يمشي باسلاميان فرنجية ويدبنى ترشيحه إذا أجيت التسوية أمريكية سعودية إيرانية الاسلامية فرنجية بيمشي باسلاميان فرنجية وكيف يبرر لجمهوره خيار هذا الخيار؟ ما فيه جمهور ما قلت قلت جمهور نحن ما عنا شعب يحاسب عنا جمهور بيزقف بيقدروا مثل ما برر لهم خيار ميشال عم بقبل بيبرر لهم خيار اسلامية فرنجية هلأ أو قائد الجيش أو غير قائد الجيش تنحكي شفية عن تفاهم أرمخايل يلي دق الخطر بابه بعد جلسة مجلس الوزراء الشهيرة الجلسة اللي صارت الأثنين الماضي اليوم هل فيه خطر على تفاهم أرمخايل؟ أنا برأيي مش يلي صار بجلسة مجلس الوزراء هو نتيجي مش هو إذا بدك السبب لأنه اليوم كنت عم بقرأ اليوم عبكرة البيان الصادر عن حزب الله فيه دلع بابين الفريقين وفيه كذب بابين الفريقين عم يكذبوا عبعد يعني ولا مرة صارحوا بعض بالمشاكل الحقيقية الموجودة يلي صار بعقد جلسة مجلس الوزراء عم يقول حزب الله أنا كنت واضح وصريع من قبل جمران باسير عم يقول لا أنتوا وعدتونا أنه بابصير فيه اجتمع تبني بدين نحن بنا نصدق أنا برأيي اليوم هيدا الدلع ما بين الفريقين أدى إلى وصول تفاهم مرمخيل إلى الحائط المسدود أصلا ليش بيكون بعد فيه تفاهم مرمخيل اليوم ليش بيكون فيه تفاهم موطني بين جميع الأفريقاء اللبنانيين على إنقاذ الوضع نعمل تفاهم بمرمخيل نعمل تفاهم بمعرب نعمل تفاهم مدروان مش هاكي البلد بينقذ ما خلصنا بقى من هالتفاهمات الحزبية الضيقة هادي كانت مطلوبة قبل قد تكون مطلوبة قبل بس هلأ بهذا الوضع الاقتصادي ليوم منه مطلوب يكون فيه يعني منه مطلوب يكون منه مطلوب استمرار لهذا التفاهم بين الطرفين أبدا حزب الله بالانتخابات النيابية الأخيرة حكم المسيحي حكم على المسيحيين القوات اللبنانية وجبران بسيد لأنه كان هو لسببين السبب الأول طي شد عصبه أول سمير جعجع من تاني العصب الشيعي البيئة الشيعية اللي ما كانت رح تنتقبه أول العصب المسيحي مع سمير جعجع وأول بنفس الوقت العصب المسيحي اللي ضد سمير جعجع بدل ما يروح ينتخب تغييريين انتخبوا الطيال الوطن الحر ما ننسى أنه كمان أمله أكتر من نيب بأكتر من منطقة سواء بالبقاء أو بالجبل أو ما إلى ذلك اليوم فإذا قوة جبران بسيل منه هي قوة ذاتية هو بعماق وبيعرف كذا الموضوع بيعرف جيدا أنه اليوم إذن فرط تحالفه مع حزب الله بيصبح من دون غطى محلي وهو كمان ما عنده غطى إقليمي ولا دولي وبيعرف أنه هيدا رح ينقذى بنفس الوقت خطأ الجبير يلي ارتكبوا حزب الله أنه بيعرف أنه القواعد المسيحية اليوم منه لا مع سمير جعجع ولا مع جبران بسيل قدر بالانتخبات نيبي الأخيرة بفضل سياسته الإعلامية بفضل سياسته إذا بدك الخطابية يأمل لهم تغطية مسيحية مرفوضة واليوم رح يدفع حقها ورح يدفع حقها كتير غالب بأي معنى اليوم أول شي البلد منه ماشي هل حزب الله اليوم المتهم أنه أول حاكم البلد في يحمل أنه البلد عيامه منه ماشي منه ماشي لا مجلس موزرع عندنا لا قضاء عندنا نحن عطول نحكي أنه اليوم ما في عنا سلطة تنفيذية نحن عنا سلطة تشرعية لشهد المجلس بطريق بطريق التعاطي مع مع كابتال كونترول خلانا نقول كابتال كونترول تماما نكمل بيقدر حيحكم البلد معقولي في بلد اليوم ما عنا فيه إضراب قضاء صلوا ستة شهر ما حدا ميسأل بالموضوع صلوا يعني رسميا قبل وإنما هن القضاء عم عينوا من قبل تب ليش اليوم لما أجيروا أضربوا كدغري ركدوا لأنه نحلود ليش سلطة قضائية مثل ما هي بالدستور القضاء هو سلطة كيف عنا سلطة تنفيذية وسلطة تشرعية في عنا سلطة قضائية بعد لليوم ما لأنه حلود ومش صحيح إنه فكوا فكوا الأضراب القضاء بعد لليوم القضاء معظم القضاء بعد لليوم ما عم يجوا على أشغانهم مين مسؤول عن هذا من مسؤول الأول عن كل هذه الانهيارات وعلى هذا الدرك هايدي السلطة اليوم لحكمتنا شيئة أم قبت هي مسؤولة هلأ هي بتكبع كل جزء من السلطة بيكبع جزء تاني وإنما كلها سوى هي مجتمع مع بعض مسؤولة طيب لما بيكون في شي مشترك ليش كلهم بيقضوا مع بعض شفنا هو بالانتخابات نيبية كيف تحوكموا بالتحالفات مع بعض شواء خلصت الانتخابات البلدية النزل من البوسطة شفنا قبل كلهم طنعت المواطنين هايك شواء تمثيل تيفوقوا كل يوم السلطة بتقول الانجي او والانجي اويات يعني ازا بدك الجمعيات هن فيس دي شواء منشوف بيطلع بمرسوم بمجلس الوزراء بحولوا مؤسسات بحولوا جمعيات الى مؤسسات زنبان فعامة تطلع بأسمائها بتلاقيها كلها تابعة شي للمردة شي للطيال وطن الحر شي لحزب الله شي لحركة أمل شي لحزب التقدم والاشتراكي تقاسم مغانم حتى من غير شهر وزير الشؤون الاجتماعية طلعت جمعيته كمان مؤسسة زنبان فعامة هاي دي بالقانون الجزاء معاقب عليه بقانون الجزاء انت ما فيك تستغلي سلطتك تا انت تنفعي حالي ما بتقدري اليوم مع الاسف هزي السلطة تجتمع مع بعض شفنيها لما الامريكاني هزانوا العصى بالحدود اجتمعنا به بري مع ميشيل عون مع ميقاتي وقرروا ترسيم الحدود ناثرين احنا هزت عصى اليوم هنه هنه هوا بيخافوا من هزت العصى هزت العصى مع الاسف المواطن اللبناني ما قدر عملها بالانتخابات الاخيرة مع انه في بعض محاولات جدية وانما من برة كلهم بيخافوا منا كلهم بيخافوا منا هزي السلطة اعمق من انه تقدر تشيلية بطريقة هاكي بسيطة بدك انت تعمل عليها انتفاضة حقيقية وهادي السلطة هي المسؤولة عن كل التداهور اللي احنا وصلنا له لان احنا ما عنا كهرباء ما علينا التعرفة لانه لما منحط عليها التعرفة بمجلس الوزراء اكيد مجلس الوزراء لانه قراروا سياس ما رح علي التعرفة بس سننعمل هيقى ناظلة وفقا للانون يلي ما قررينه بالالفان وواحد هاي دي ما بتكون فيها بالسياس من بعدها عن السياس وبتالي فينا ناخد قرارات ساعة بقولوا موضوع التبقاء عم اعمل دار عمار تب مين كان فيكوا تعملوا قانون تعفوه لدار عمار اكتر شيء من التبقاء هاي عم بقول اكتر شيء وكان مشي اليوم في عنا كهرباء نحنا اليوم بلد عيشين بدون كهرباء من دون ماء من دون الماء مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مؤسسة غنية طب وانين مصريات علقنين بمصر في لبنان طب قبل ليش ما عملته ولا مشروع دويم يعني ليش من قبل ما فكرته بالطاقة الشمسية ليش من قبل ما فكرته تضبطوا بعض المعامل الكهرمائية تا انتوا تجيبوا هايزي هايزي السلطة والزبونات يلي جيبوهن علينا مدرع عمين وغير مدرع عمين هي مسؤولين هن مسؤولين عن وضع اللي احنا وصلنا اليوم كيف سيكون اداء طيار الوطن الحر والنائب جبران فاسيل في المرحلة المقبلة تخبط متل الابل متل هلأ متل بعدين تخبط 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 خبريني مش عم يتخبط جبران بيطلع في بيئنا جمهور بانتخابات انحو طلعين بالبوصل وننزل مع بيت بعدين هيدا تخبط لما لما ليش ما قدر شكل حكومي السؤال الكبير هل مضبوط انه كان كان مئاتي مانعي شكل حكومي اما هو كان هو كان ما بده يشكل حكومي لحتى اخر دقيقة هاي بالحقيقة هو ما كان بده يشكل حكومي هاي واحد اتنين لما واحد بيجيب الوزراء طب عولوا بهينهم بهينهم وحدا يطلع يكذبن انه ما هينهم بيقى اجتماعين كيف هينهم هينهم قالهم انتو هددوا لوزير لعدهم يستبدلوا بمرطه وقالوا لوزير خرجية كلام لي وقال شو هيدا بيكون شو بيسموه انا بتحديههم يطلعوا يكذبون انا عم بتحديههم هيدا ما اسمه تخبط لما اليوم بيطالب يعني باخر خطاب لقالوا بالمركزية الادارية كنا حطينا على التدخيط وبالقوة كمان ايه اذا مش بالقوة كنا حطيلكم هي مسحية على التدخيط يتعطيلكم نشيرها نحطها تحت لاش انت حبيبي دارس لمركزية انت عندك لجنة دراسات قلنا لمركزية ادارية كيف بدك تعملها عاييه اساس عملها تشريح اذا عملها تشريح خبرنا ايه انا نشوف منفوت فيها اياه ملأة كلها تخبط اليوم ما فيك انت الطالب بلمركزية ادارية انت وسمير جعجع لما بقى حزابكن معا بتطبقوا لمركزية طبقوا مركزية الحاكم الاوحد يلي بياخد قرار من فوقه الكله بيمشي انت ما فيك طالبنا بديمقراطية لما بحزبك انت وسمير جعجع وسامي جميل وكل الاحزاب المسيحية ما فيها بالفعل ديمقراطية حقية بتحاسب وفيها ديمقراطية كذابة انت وسامي جعجع وسامي جميل وسامي فرنجية لا تهم ما بقى بتصلحوا لهالمرحلة من تطور الفكر المسيحي اللي هاك كله عم يهاجروا من لما حضرتكم انو رجعت عم بيقولوا هن بكل تصريحاتهم الاعلامية وخطاباتهم ونحن بدنا نضمن حقوق المسيحية اي حقوق نشبعت فيه نحن من نحمل مسيحيين لبنان وين محميون من 2005 إلى هلأ عملوا دراسة قداش فل مسيحية ليش فلوا هاو مظبوط انه اليوم ممنوع ينتخب رئيش جمهورية لانه الاسلام ما بده الرئيش جمهورية وانا هم عم دافع المسلمين ابدا بس بو انه مش هو مشكل مسيحي مسيحي وتحديدا ماروني ماروني سليمان فرنجية بابدو يا سمير جعجع وجبران بسيل مشيل معوض بابدو يا جبران بسيل وسليمان فرنجية جبران بسيل بابدو يا سمير جعجع وسليمان فرنجية هيدا بشو بيكون وهذا الضعف عم يستفيد منه الطرف الاخر اكيد بيعان مصلحته الطرف الاخر بقى حوو بس اتفق سمير جعجع وميشيل عون ايجا ميشيل عون غاية جامورية لما كانوا قبل ما قابلين لا سعد الحرير ولا حزب الله قدروا جيبورة ايجا مورية ممكن يرجع يصير في تفاهم معراب اخر مشكلتك بالتفاهمات اذا بتقري تفاهم معراب تفتكر شركتين تفاهموا مع بعض كي بدي وضعوا الحصص او واحد نعمل حصر قرص مش تفاهم سياسي مشكلتك مع هؤلاء الزعماء اذا اتفقوا مع بعض من الموت بالجوع واز اختلفوا مع بعض من الموت بالقتل يعني من يلحق هؤلاء الزعماء نحنا بدنا نغير يلقى الموت حتما انا ما عندي مشكل واحد بده يلحقه وانما نحنا اذا ما غيرنا قدائنا كمواطنين نحنا رايحين على الهجرة تقطع نقرأ الارقام الارقام ما بتكذب تبه عميهجر لبنان مش مس مسحية من كل الطواف والمزايد ولكن الطائف المسيحية هي من الاكثر لانه الطائف المسيحية هي اكتر ضعفا يعني اذا بدك اليوم اكتر شي مصابة بالضعف لانه بفضل زعمائها بفضل استراتيجياتهم بفضل الكنيسة وبعدها عن الناس معلشي بش بس الزعمة الكنيسة بعيدة عن الناس وها بدون يسمعوها مش حبين يسمعوها ما يسمعوها هن حرين وانما نحنا علينا نخبر الناس هيا الحقيقة اليوم لما في ناس ما عم يقدروا يفتحوا سالونات الكنيس لانه عم تطلب مبالغ طائلة لما بيكون في عزة شو هيدا حدا ايجا يجرب يعمل حل لما اليوم في عنا مشاكل بالمدارس بالجمعات بالمستشفيات في مدارس مسيحية عم تنبع للكطاع الخاص والكطاع الخاص عم يمشيها في فشل او ما في فشل في مخطط اليوم برأيك لا تهجير المسيحي المخطط هو مسيحي مسيحي ما احدا بيهججك من محل اذا انت بابدك تهجع ما احدا جدود ما عيشوا بهالأرض وعيشوا بظروف أصعب كتير وضلوا ممسكين فيها وراحوا تعلموا ورجعوا على لبنان راحوا بيعوا كشة بامريكا الجنوبية واجعوا عمروا لبنان نحنا هلأ بالعكس نحنا منطلع مصاري باللبنان وروح نشتيب بالبرتوغال نشتيب اليونان نشتيب أبروس نحنا مدارسنا كانت تخرج ناس يشتغلوا في لبنان هلأ بتفتخر المدرسة انه وتخرج ناس عم يهجروا لبرة نحنا اللي عم نهجر حالنا نحنا عم نهجر حالنا نحنا بطل عنا انتماء ليش؟ لأنه فعلنا حزاب سياسية ما بتطعب الانتماء إلا لأنا وإلا أنه يوصلوا على المراكز وبيوصلوا ما بعلمي شطف الدرج بصير من فوق شطفتنا من فوق وصل في خيمة الرئيس ميشيل عون شو عمل؟ بدنا نفهم حق عمين مين فشلوا؟ مستشارينه؟ نبيه بري ووليد جملاط المنظومة جبران بسيل فينا نفهم؟ نحنا بحقنا نفهم الرئيس المقبل اللي رح يجي ما حدا بيعرف أي متن رح يفشلوه كمانا ويلقى ذات مصير الرئيس ميشيل عون أكيد وإنما إذا عرف يشتغل هو وعرف دور الزوية وما كيف عنده صهر مستشار ومستشار قلب عليه آخر دي أو هرب من الأصر بعتقد فيه خلص لبنان بكتير إشياء قديش اليوم الصهر النقب جبران بسيل ساهم بتدمير هذا العهد؟ خلينا نخبر شي على سعيد النكتة لماذا لا ينتخب جبران بسيل رئيس جمهورية؟ لأنه بحج لتعديل دستوري لأنه كان رئيس 6 سنين فإذا بتتعدل الدستور تتمنديله أو تنتخدم الرجل إذن هو كان الرئيس بدل الرئيس سابق ميشيل عون سأله كيف تم توقيع آخر دقيقة مرسوم استقالة الحكومة تعرف عن شو عم نحكي مين وقع مين طلب توقيعه ولكن كان إرادة الرئيس ميشيل عون سأله ما طلع قبل بشمعة بيان عن المكتب الإعلام برئيس الجمهورية أنه لن توقع مرسوم الاستقالة شو اللي غير انت كمواطن وأنا كمواطن بحقنا نعرف هل صار في شي استراتيجي دولي ترجعنا غيرنا رحنا وقعنا هذا المرسوم سؤال هنطرح أسئله أو بالفعل طلع جبران بسير على الأصل وقاله لازم توقعه هاي السؤال حلم بسير بالرئاسة اليوم أصبح بعيدا ولا بالعكس باللبنان ممكن كل شي يصير طالما الشخص بعده عايش وعنده موجود ممكن يرجع عايش بكل شي بس وإنما هل هو بده يعمل أداء رئيس جمهورية مثل عامل أداء بها 6 سنين أما بده يتطور وهذا التطور ما بتم إلا أنه غير عقلاته تغير عقلاته معناته الشراكة الحقيقية مع الناس مع الناس مش الأنا ببلش هداخل حزبه داخل بيئته وبيتطور عدد الأوراق البيض انخفضتنا الجلسة الماضية لليوم كانت 52 ورقة بيضاء ل39 ورقة بيضاء يعني بعض نواب التيروطن الحر ما صوتوا بورقة بيضاء لعب أولاد صغار بشي كتير أساسي أنا بتحديه أن ينتخبوا لميشال معوض أنا عم بتحديه من عندك كان في ورقة مكتوبة عليها اسم الأول لميشال معوض ورقة ميشال ورقة أخرى اسم العيلة معوض ما بيتجرقوا نواب الطيار ينتخبوا لميشال معوض رئيس التخبر عيس جمهوري ما بيصير بالأرقام منا لعبة أرقام وهن بيعرفوا هذا الموضوع وهن عشوه قبل منا لعبة أرقام هلأ إذا موصلوا رسالة لحزب الله يعني حزب الله باعف إذا إنه الليلة ما رح ينام يعني السيد حسن نصر الله بس إنه ما عم بفهم أنا كيف بش سياسي لعبة أولاد صغارة هاي دي لعبة داما بس كنا نلعب داما أو منوبولي لعبة منوبولي ممكن يوم أنا أبو جبران باسي يفك هذا الحلف مع السيد حسن نصر الله ممكن إذا كان بدو ينتحر بالسياسي ما بعرف هو شو بدو يعمل من تاني ميلي خلق شبكة عدوات لدرجة إنه كل الناس إذا بدو يفك هذا التحالف ممكن يستغلوه بفترة معين وإنما بعدين ما رح يكملوا معه المشوار لأنه بيعرفوا إنه هو ما بيكمل معه المشوار من يريد أن أبو جبران باسي في رئاسة الجمهورية غير نفسه أكيد أنا سمعت اليوم من هي الشخصية اللي بتجسد طموحات التيارات المحاول أنا ريت محل اليوم إنه عم نحكي إبراهيم كنعام ما بعرف إذا مزبوط يا أما لا ريتا محل إنه عم يتفكر جديا بإبراهيم كنعام ما بعرف نائب إبراهيم كنعام نعم ما عم بعرف إذا هيدا الكلام مزبوط يا أما لا هلأ مين بدو جبران باسي بدو جبران باسي ما حال الله ممكن يوم يلتج إلى أنه يصوت لقائد الجيش العماد جوزيف عون نكاياتا بالحزب حسب الله قائد الجيش قد يصل إلى رئيسة الجمهورية في حال وحدي هناك تفاهم صعودي إيراني لأنه بالحد الأدنى أو أمريكي إيراني تنقول ممكن كتير يجي قائد الجيش رئيسة جمهورية وإنما بدو وقت بدو وقت علما أنه أنا مني مؤهل بس أنا بوجه له نصيحة حضرتك جحت بقية الجيش نجاحا باهرا وقدرت أطع تجيش من كذا أطوع ما تجي رئيسة جمهورية لأنه رح يحرقوك رح يحرقوه بأي معنى لأنه أصلاحي وما بدو شي لقاله وحابة بيطور البلد ما رح يخله هذه المنظومة ما بتخلي حدا يتطور هذه المنظومة قابدة على أنفسنا إلا إذا نحنا عملنا عليها ثورة حقيقية وأعني بالمنظومة نبيه بره وليد جمبلات جبران بسير سمير جعجع كلهم إن المنظومة كلهم يشكلون للمنظومة اليوم في وسط هذا المشهد الضبابي أستاذ توني إلى من تميل الكفاه برئيسة الجمهورية من بين الأسماء اللي عم نسمع محدا محدا كلهم متساويين حظوظهم متساوي بلقاء أنا برأيي أضعف واحد ومشها المعوضة أنا هيدا رأيي أضعف واحد ومشها المعوضة الرئيسة المرادة سلامان فرنجية أكدر اثنان عندهم حظوظ حقيقية لهلأ هن اسلامان فرنجية وقائد الجيش بعدين شو بصير محطا بيخلقونا شخص تالي يمكن يخلقونا مين بيعرف اليوم حزب قال ما عنده فيتو على قائد الجيش مثل ما عم نسمع هن قاله نعم هن قاله إن إحنا ما عندنا فيتو على قائد الجيش وإنما أنا بعرف إنه نظرا للتطورات الإقليمية الكبيرة العم بتصير ونظرا لحزر حزب الله الطبيعي ونظرا لتجربته مع رؤساء الجمهورية الصادقين من إيميل لحوظ لميشيل عون يميل حكما إلى شخص يرتاح إليه اللي هو النائب اسلامان فرنجية والنائب اسلامان فرنجية اليوم ما عنده مشكلة حقيقة مع الإدارة الأمريكية وعبر عن هذا الشي بأحد المقابلات التلفزيونية قال له أنا حكم مصر البنين ما فيه زعلويل المتحدة الأمريكية وجيب شخص ضده ونفس الشي قائد الجيش وكمان تاريخيا ما عنده مشكل مع السعوديين وأنما اليوم السعودي يغير سياسته تجاه المنطة وتجاه اللبنين أعتقد أنه أشكاليته الحقيقية اليوم برجع الاسلامان فرنجية مسيحية مسيحية ما عنده غطى مسيحي وازن وازن وبآخر لقاء صار بين جبران بسيل وحسن مصر الله وعرض له هالعرض التاريخي سيد حسن للنائب جبران بسيل وقال له ليش هو بيميله لأسلامان فرنجية كان هناك رفضا تاما قاطعا شاملا لا رجوعا من النائب جبران بسيل ممكن ينتخب سلامان فرنجية ويصير رئيس للجمهورية بلأ أصوات الطيار الوطن الحر وكمان مشيال معوض مش ممكن ينتخب من دون تأييد الشيعة على قلو ما حدا مسترجي وزير شيعي يجي بيسترجي يجي كما عندك إشكالية تانية من تانية نميلة فإذا هناك إشكالية تانية اليوم هدا كنت عم تجرب نقوله ربما ما يتفقوا بعدين بدغط برا على شخصية رابعة رئيس مجلس نوا بنبيه بر جدد اليوم دعوتوا للحوار هل رح يلب رح يلبوا الكتة الانيابية هذه الدعوة كله لعب الوقت ضعها لما تيجي الجرس من برا روحوا على الحوار يروح على الحوار وهدي شفنيها الرئيس الجمهورية مشيال عون دعها لطاوة حوار ما يوم انت ما حدا إجه بعد جمعتين صار في انفجال مرفق وإجه رئيس ماكرون دعيهم كلهم سوا عملهم هاك شرفوا لعندي طاوة نزلوا كلهم لوين على أسر صناوبر وقعدوا على الطاولة وكان دحكتهم رطل من بعض فإذا لما يجي الجرس من برا هادي شفتيهم بيعنطروا علينا وبعايتوا علينا كلهم من برا إشارة واحدة من برا بيمشوا مع الأسف يلي كمان صار من برا بيمشي التغييريين كمان النواب التغييريين يؤتمرون من الخارج في معظمهم يؤتمرون من الخارج يعنونهم هاك شرفوا بشرف من من يعني يلي رابط حالو بالسعودة ويلي رابط حالو بالفرنسا ويلي رابط حالو بالأمريكانة ويلي رابط حالو بالإيرانة ويلي وعشو اسمهم تغييريين ونحنا ثورة نحنا الشعب اللبناني هناك سائر واحد هو الشعب اللبناني رح يوعى الشعب اللبناني رح يسور أي متن يعني شفنا شو صار بس توقف صيرفة بتشوف في الشعب اللبناني وقف يوم الشعب اللبناني ملتهي بشغل تاني انه عم يقدر يسكر على 1500 ديونه وصيرفة لما بتوقف صيرفة يعني الحاكم قدر اشترى الشعب او معظم الشعب بصيرفة بس عم بس اذا طبقوا بس يطبقوا الموازنة بكل بنودة لانه البنودة بتوجع وبعد ما حدا حلالة تحليل علمي ووقف صيرفة بتلاقي الشعب اللبناني رح يقصوه في تأكدات اليوم انه حزب الكتائب اللبناني جلس مع مسؤول من حزب الله وصار في ورقة سياسية ما حدا بعد الحديثها لأ بيعرف مضمونة اول شي ماذا عن هذا اللقاء شو بتعرف معلومات عن اللقاء اللي جمع مسار جداغر مع مسؤول حزب الله محمد الخنسة صار لقاء صار لقاء لاش كانوا حزب الكتائب عم ينكر لانه حزب الكتائب هيك عطول بينكر بس انه بيرجع بالترب أحسن مسايد من حمدiceless يقول انا اجتماعت معه لسارج ولسارج بيقول انه انا اجتماعت معه من دون علم من السامج ميل بعدين احطيته بالاجتماع وكان لقاء اجتماعي مناسبة اجتماعية نعم بس ما في شي في لبنان شي اسمه مناسبة اجتماعية تناين بحكوا تنام ب 눌러usan b حكوا في السياسة ومش عاب بالعكس نحن نشجعهم يلتقوا من دون إذن خارجي بالعكس نطلب منهم يلتقوا اليوم خطوة جريئة عملتها الكتائبة اللبنانية هي كانت خطوة جريئة بس نزعوها لأنه ما خبروا عنها يعني لو طلعوا إلوه من شو كانوا مستحيين من شو من مين كانوا عم بيخبوا من حلفاء من حلفاء وجمهور من حلفاء وبعض جمهور يعني في بعض بيضل ماشي على العتم يعني أكتر شي من حلفاء وبعض جمهور ما في مشكل باللقاء واللقاء كان مفروض يصير بين نواب الكتائب ونواب الحزب الله وإذا بيصير ما في إشكلية حول هيدا الموضوع أبدا هلأ شو صار جديا حكي عام ما في شي ما في ورقة لا ما في ورقة كان عم يحقى بالأول أنه ممكن هذه الورقة تسوق أنه رئيس حزب الكتائب سامي الجميل يعني يقطع بطريق الأصر أم أنه من هذا يعني الحديث هلأ أنا كأورتودوكسة بهالمرحلة ممكن مشوف الأصر يعني بسبقه لسامي جميل وصعه على الأصر بهالمرحلة حزوزك كأورتودوكسة تسبق حزوز بهالمرحلة هلأ أميحتي هلأ أكيد وبعد إداء الانتخاب النيابي طب أقوله أكيد أكيد لا مش إذا بديجي حدا بلبنان غير الأسماء لعن نسمعه حدا مجهول هلأ يقطع ست سنين يعني مجهولة مثل كيف إجا الرئيس ليمين ميشيل سليمين نفس الشي ممكن يوم هذا اللقاء متعدل للقوات اللبنانية باعتقد القوات اللبنانية حزرة أكتر بهذا اللقاء هلأ لأنه بسبب إذا بدك علاقة طمع السعودية وسبب العلاقة السعودية الإيرانية يعني ما باعتقد سمير جعجع ما بيعامل هيدا الغلطة هلأ إذا صار في تقارب ايه بتشوف التقارب هلأ كله بعدين ما تنسى أنه كله اليوم رسائل داخلية ورسائل خارجية في كتير رسائل داخلية للطيار في كتير رسائل داخلية من حزب الله للطيار الوطن الحر ومن الكتائب للقوات اللبنانية كلها رسائل يوم القوات ما عندهم مشكلة يعني أصلا نوابهم اسم الله نيب جورج عدوان بيقعد مع كل طبول حزب الله كل نواب حزب الله غلط؟ أبدا 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 بالعكس أبدا أنا ما عندي مشكلة بقيد الموضوع يلتقوا بس ما يلتقوا علينا يعني على القليل يلتقوا لمصلحة اللبنانيين إذا بلتقوا لمصلحة بالعكس أنا مع أبدا الخيطان بتحب تضوى على شي معي أنا بدي أقول شغلة الناس مش منتبهينها خاصة لعلها عمير جورجو تيشتغلوا بالانتخابات البلدية اليوم الانتخابات البلدية إذا جرت وفقا للقانون الحالي سوف تجرى وفقا للقانون النسبي لأنه قانون البلديات بيقول أنه تجرى الانتخابات البلدية وفقا للأنون الذي تجرى عليها الانتخابات نيابية أو بدون يععملوا تعديل أو من روح تصورة بلدي من ألف من تسع أشخاص من تسع عضاء بيروح على النسبة يعني بتفوت شعبين برمضان بعد ذلك كيف بدون يعملوا اليوم يقدروا يحسروها إذا أنا من نشايف انتخابات بلدية بموعدها زي ما في رأي جمهورية وإنما هاي بنا ننتبه له لهيك قبل ما نطرحوا طروحات كبيرة مثل المركزية الإدارية يروحوا يعدلوا شواء بأنون البلخبات البلدية يعلوا شواء يصور رئيس البلدية منتخب مباشرة من الناس ونايبه منتخب مباشرة من الناس يعلوا شواء الرسوم يزبطوا الرسوم باعتقد اليوم أشدر بكتير بأنه نحكي بلا مركزية ما عنده ولا معطى من معطياتها المحامي والمحالي للسياسي تون نصر لابدأ شكرك على هذا اللقاء شكرا لأيكم متابعي سبتشا تاك نجد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة